أهلا بحراتكم من جديد وليل خط أحمر بعد المنديال بعد دور الأبطال الأفريقي بتعود للمسابقة المحلية خلال 48 ساعة هتكون معسكر في أسوان هتلاعب فريق قوي جداً بيقدم موسم متميز جداً على ملعبه ووسط جماهيره طبعاً يعني مباراة بعد غياب عن البطولات المحلية أو البطولة المحلية يمكن كنا متفاقلين وتفاقلنا واللي قدمناه في شهر يناير تحديداً في مسابقة الدوري المحلي خلتنا نرجع بظروف مختلفة عن السنوات الماضية انت كنت بتروح كأس العالم للأندية وترجع وانت متأخر في جدول ترتيب الدوري وعندك مرايات مؤجلة مهما كان عدد المرايات المؤجلة هيمنحك عدد نقاط يخليك تتصدر لا انت عارف ان انت مع ضغط مرايات بيحصل إخفاق وده اللي حصل آخر موسمين نهيك عن بعض التدخلات والقرارات التحكمية اللي بالتأكيد هنتكلم عنها دلوقتي في فار روم اللي احنا مش عايزنا تستمر معنا لكن الايجابي جداً في العودة للدوري المحلي ان انت برغم غيابك عن البطولة برغم فرق زادت عنك بعدد 3 مرايات ما زلت متصدر جدول الدوري برصيد 37 نقطة ومعاك فيوتشار ومعاك بيرامدز ولكن ليك 3 مرايات مؤجلة تقدر تفرق عن اقرب منافس ليك المركز التاني بتسع نقاط في حالة الفوز لكن مش عايزين نحسب التسع نقاط عايزين نحسب ان احنا حالياً معانا منافسين وهم فيوتشار وهم بيرامدز والجميل في الامر ان نفس الفرق اللي هي بتنفسك دي متواجدة معاك في بطولة افريقيا عندها نفس الضغوط نفس المبريات ولكن في بطولة الكنفدرالية وزي ما قلنا يناير هو اللي هيريحك تماماً لمونديال الاندية وانك ترجع تلعب بمنتهى الايجابية وانت مش بتحاول تلحق بفريق متصدر لازم نقول ان فبراير ومارس تحديداً وخلال الخمس مواجهات القادمة الافريقية ومواجهات الدوري العام تقدر ان شاء الله اكلينيكياً تقضي على المنافسة في جدول الدوري ومن هنا بتأتي اهمية مباراة اسوان ان شاء الله النادي الاهلي يكون قادر على تحقيق الفوز وان شاء الله زي ما فيه معطيات تتغيرت وانت على الصدارة يكون فيه معطيات بتغير في التحكيم لان الحقيقة اللي بنشوفه في غياب النادي الاهلي عن المسابقة مسير للشكوك الحقيقة بعد ما تم اقالة او استقالة كيلاتنبرج اين كان الصياغة اللي حصل بيها غياب كيلاتنبرج والتصريحات اللي تكلم فيها كيلاتنبرج عن ان فيه نادب عينه بيتم مجاملته وعن ان فيه حكام جايدين ولكنهم خائفين كل ده بيدينا مؤشر صعب جدا ان يستمر الوضع برئيس لجنة حكام مصر ليه خاصة خاصة اللي احنا شفناه في الفترة اللي غاف فيها خبير تحكيم اجنبي هتقول يعني هو الحل في خبير تحكيم اجنبي وما كانش فيه مشاكل لأ كان فيه مشاكل بس ما كانش فيه توجه ما كانش فيه الوان ما كانش فيه نوع من انواع ان الاخطاء في اتجاه واحد لصالح فريق واحد ضد باقي الفرق وعشان كده ضروري جدا اتحاد كرسة القدم المصري زي ما كان مصر على ان يكون شايف الحل في خبير تحكيم اجنبي رئيس لجنة حكام يكون فيه اسراع في التعاقد مع رئيس لجنة حكام اجنبي ده مش هيحل المشكلة بالكامل ولكن على الاقل هيحل جزء من المشكلة حل المشكلة بالكامل يعني اتمكن في فكرة ان انت هتطلع جيل جديد تماما لا يعرف معنى الاحتواء لا يعرف معنى روح البروتوكول لا يعرف معنى وصلنا بالمباراة لبر الامان كل المصطلحات القديمة في التحكيم المصري لابد من نسفها تماما ايضا مع كامل احترام لكل موجودين داخل لجنة الحكام او التحكيم على مدار السنوات الاخيرة لما اجيب خبير تحكيم اجنبي اتمنى ايضا يكون فيه اعضاء من لجنة الحكام جدود تماما بعيد عن التربطات والمصالح واحتياجهم لعودة رئيس لجنة حكام هم بيحبوه لان ده بيدر بمصالح التحكيم المصري مش عاوز افضل رغم ان انا قلت هنا من 3 سنوات من نفس المكان ده اللي يقولك التحكيم المصري بخير قل له والله العظيم التحكيم المصري ما بخير والايام بتثبت ده والايام بتحقق ده فمش عايز ان انا افضل عندي القناعات دي انا حريص ان انا غير القناعات دي واطلع بقناعات فعلا اقول التحكيم المصري بخير تحكيم المصري بخير قناعات اكيد انت اوسامة عايزها واكيد اي فريق عايزها واكيد انني الاهلي نفسه عايزها في بياناته قبل كده لما طالب بتطوير منظومة التحكيم وحتى تحسين أجور الحكام وأمور كتيرة جدا تتعلق بالتحكيم بس أنا بالنسبة لي وسامة عايزها الأهل عايزها أنا عايزها بس الحكام مش عايزينها ومنظومة التحكيم المصرية بالنسبة لي واضح أنها ما عندهاش أي رغبة في اللي احنا بنتكلم فيه ده يحصل لأن كل مرة بيبقى عندنا يا جماعة مشهد فعلا لازم توقف عنده كتير وأنا أخشى أنا على فكرة كان عندي قناعة أن كلاتنبرج مش أفضل اسم خبير تحكيم ولكن وجوده كان مهم جدا من منطلق حاجات على الأقل تحريك أمور كنت أنا شايفها رحنا بعيد جدا مع كابتن عصام عبد الفتاح وروحنا لحتة وحشة أول فكان عندي قناعة أن كل الأحوال وفي كل الأحوال حيظل كلاتنبرج أكيد حيبقى فيه أمور أفضل وفين يا أسامة حالات الأسبوع اللي كان بتعرف عايز مين يقدمها لك عايز مين يقدمها لك؟ مش عايز كابتن محمد فاروق حتى أقول يا جماعة احنا محافظين على ده ولا بنكمل ده عايز أسمع إيه اللي دار مع كابتن إبراهيم نور الدين في الفار عايز حاجات كتيرة يا أسامة واضح إن احنا مش بنرجع خطوة بنرجع خطوات مين المسؤول يا فارس أصلا؟ مين المسؤول دلوقتي لما تيجي تخاطب عارف أنت لما أخاطب لاجي التحكيم لا على فكرة أنا معاك مين المسؤول في حاجة كمان؟ الأسماء المسؤولة جزء من المشكلة مش جزء ومشكلة عشان تاريخهم التحكيم ولا كابتن محمد فاروق لمواقف ليه نورة دنسرتها مش ديك قصة هي دي الأسماء يا أسامة وفقا لتاريخها التحكيمي والسيفي بتاعها التحكيمي مع احترامي لكل الناس هي دي الأسماء اللي انت تحس إن حتى لو عندك حد مصري لحد ما تشوف قصة أجنبي هي دي الأسماء اللي انت تسق على التحكيم المصري معها إيه الباع بتاعها؟ إيه خبراتها؟ إيه تاريخها التحكيمي؟ حاجات كتير جدا ما صغات التعيينة فارس ومعايير التحكيم يمكن أنا كنت بتكلم بعد مدش 2018 طيبت محمد فاروق وأنا قلت جهد جريشا جهد جريشا ده جايش بالضبط أنا بعد مباراة نهاية كأس مصر 2018 طلعت بوضوح وقلت يعني كل المباراكات بالكابتن محمد فاروق أنت قدمت اللي يخليك تصبح رئيس لجنة الحكام فارس قال جهد جريشا أنا بقولي النهاردة في 2023 الكابتن إبراهيم نور الدين قدم كل مسوغات التعيين كرئيس لجنة الحكام مستقبلا إذا استقر التحاد القرى على أن يكون هذا هو مستوى التحكيم المصري فإبراهيم نور الدين قدم مسوغات التعيين ما بقولكش مش جاي بس جهد جريش قابله مع عشان الأدمية الأدمية يعني كابتن إبراهيم نور الدين حطت يعني بلان لي صعب جدا حطت بلان لي هيكمل فترة طويلة هيكمل أهل أصلا فترة طويلة بعد كده يطلع يشتغل استوديو تحليلي مع كريم حسن شحاتا بعد كده برئيس لجنة الحكام عامل بلان يا جماعة احنا بروح لحتة وحشة جدا بروح لوضع سايق جدا وبرروح لفكرة كلاتن برج لا استقال ولا أقيل كلاتن برج تم تطفشه تطفشه عشان نبع عارفين تطفشه وعشان كده أنا يا جماعة كان البعض بيشوف إن يمكن أنا منحز لكلاتن برج شوية ليس قناعاتا بأن الراجل ده سيأتي بما لم يأتي بيه غير بس عشان أنا شايف إن الكتصة راحل حاجة وحشة جدا وفي كل حوال هو أفضل لما اختلفنا مع ده أسامة لما اختلفنا مع ده وإنت كنت بتقول عايز خبير التحكيم أفضل تلك أتمنى يكون فيه ضمانات إن يجي خبير التحكيم الأفضل عشان كده دي اللي لازم نمسك فيها دلوقتي وإلا حنبقى أوكلنا يوم هو كل أكلاتن برج لأ قولنا هو تمهمة جدا يا فارس قولنا إن فشل اختيار خبير تحكيمي يحسن من حالة التحكيم المصري هو فشل المسؤول ما تجيش تقول لي فشل تجربة الأجنبي والأجنبي زي المصري مش هقبل الكلام ده أنا هقبل إن انت اخترت خبير تحكيم أجنبي مش على قدر المسؤولية فحاول مرة أخرى واختر لنا خبير تحكيم أجنبي على قدر المسؤولية لأن الأمور بالفعل وصلت لمرحلة سيئة جدا لدرجة إن احنا بقينا نشوف حكم بيكسر كل القواعد كل القواعد وبيطلع يرد والصوت العالي في ليلة مباراة هو مرتكب فيها أخطاء كارثية في وجود تقنية الفيديو وهو الكابتن إبراهيم نور الدين